هل المسابقات في كرة القدم المصرية تدار بشكل سليم؟ أبداً من عشرات السنوات عندنا تأجيلات وعندنا دورة ما بيكملش في معاده وعندنا دورة بيطول أو 7-8-9-10 شهور ممكن سنة عندنا ده بيحصل دايماً عندنا عندها بتطلب تأجيلات بتاخد عندنا تأجيلات بتيجي من الاتحاد أو من الرابط دلوقتي بالمزاج ماشي عندنا تغيير في موعد المباريات بالمزاج ماشي عندها كل حاجة بتحصل بص كل حاجة بتحصل في المسابقة المصرية دي اللي هي المسابقة الدوري دايماً بتحصل بخل من الجميع ماشي؟ دي نقطة متفقين برضو على دي وأنا متأكد اللي جاية ودي بقى نقطة مهمة جداً لن ينصدح حال كرة القدم المصرية طول ما احنا مش حاطين لوائح واضحة تنفذ على الجميع يعني حضرتك دلوقتي في نادي مش عايز يلعب أنا مش عايز أقعد مع النادي ده واتفاهم معاه لا اللي هي حابة تقول ايه مش هتلعب في كذا 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 في خصم سلاس نقاط في خسارة مباراة في اللي هي حابة تقول كده طيب في حكم اضر بنادي في المسابقة بفريق في المسابقة بشكل فجة والله اللي هي بتقول واحد اتنين تلاتة في نادي تجاوز ضد المنظومة بتاعة الكرة رئيس رابطة رئيس اتحاد رئيس لجنة الحكام تجاوز ضد حكم والله اللي هي بتقول كذا 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 لكن فكرة برضو كل شوية ندرها بالتليفونات ندرها باجتماعات ندرها بالحب يلا نخلص المشكلة دي بقاعدة عرب ده مش نظام ده عشوائية ليه عشان لو تعملت كده النهاردة بالطريقة دي مع اي نادي مع النادي التاني بيقول انا كمان انا كمان عندي مشكلة حلهالي انا كمان عندي مشكلة حلهالي وهكذا هنفضل ماشيين نفس الطريقة فدي جزئية ترجمة نانسي قنقر